اهلا بيكون في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا بالطفل اريون واللي بيكون معجب بزميلته في المدرسة واللي اسمها سالي ولكنه بيكون خايف انه يتكلم معاها وبنعرف بعد كده انه بيخاف من كل حاجة حواليه لدرجة انه بيخاف يروح حمام المدرسة لوحده لانه بيتخيل انه ممكن يغرق جواه بيروح بعدها لركن الدواليب الخاصة وهناك بيقابل صاحب ريتش وبنعرف من اريون انه يبقى شخص شرير وانه اريون بيخاف منه جدا لانه ممكن يضربه بيرجع بعدها اريون للفصل وهناك بتقولهم المدرسة انه هم هيروحوا في اليوم اللي بعده للمرصد الفلكي وبيفضل اريون يتخيل كل الحاجات السيئة اللي ممكن تحصل في الرحلة وعلشان كده بيقرر انه ميروحش معاهم بيرجع اريون للبيت وهناك بتقوله والدته انها لقت الورقة بتاعت رحلة المرصد الفلكي وبتفضل تقنعه مع والده انها هتكون رحلة مفيدة وانه لازم يروح الرحلة دي وما يخليش الخوف يسيطر عليه اما بالليل فبيطلب اريون من اهله انه هم يسيبوا الباب مفتوح لانه طبعا بيكون خايف ينان في الظلمة وفعلا بيسيبوا الباب وبعدها بيفضل اريون ان ينور كل الانوار اللي في القوضة وبرضه بيكون خايف ومش عارف ينان ولكن فجأة بتقوم عصفة قوية وبيتغير الجو وبتطفي كل الانوار وبتفضل السماء بقى تمطر بقوة رهيبة وكمان بيتكون في غرفة اريون كائن شكله غريب وغامض بيتكلم الكائن ده مع اريون وبيقوله انه يبقى كائن الظلام وان اسمه يبقى دارك وبيخاف اريون طبعا منه بيكمل دارك كلامه وبيقول ان اريون هو اكتر طفل في العالم بيخاف من الظلمة وعلشان كده قرر انه يجيله بنفسه وده عشان يثبت له ان الظلمة مش يقوحش زي ما هو معتقد ولا حاجة وبيعرض دارك على اريون انه يروح معاه في رحلة ليلية لان ده هيساعده انه يتغلب على الخوف بتاعه من الظلمة ولكن اريون بيكون لسه خايف جدا من شكل دارك وبيرفض انه هو يروح معاه بيفضل بعد كده دارك يتكلم مع اريون وبيقوله انه لو جي معاه في الرحلة دي هيقدر انه يتغلب على خوفه من الظلمة وبعدها هيقدر انه يتغلب على خوفه من كل الحاجات التانية وساعتها هتتغير حياته كلها وهنا طبعا بنلاقي ان اريون بدأ انه هو يقتنع وفعلا بيوافق انه هو يروح مع دارك بيتروا مع بعضه وبيتحول أي مكان بيعدوا عليه لضلمة وفي نفس الوقت بيظهر كائن تاني اسمه ضوء النهار بينور أي مكان يعدي عليه وبيكون أريون طبعاً منبهر بالمناظر اللي بيشوفها بياخدوا بعدها دارك للمكان اللي فيه أصدقائه وهناك بيتعرف أريون على باقي الكائنات الليلية زي النوم والأرق والهدوء والأصوات المزعجة وكمان الأحلام السعيدة وبيقول دارك إن الكائنات الخامسة هم اللي بيساعدوه في شغله بتتكلم الأحلام السعيدة واللي بتكون متعصبة وده لإن دارك جاء واحد من البشر للمكان اللي هما فيه وده طبعاً ممنوع إنه هو يعمل كده لإنه ممكن يعطلهم عن شغلهم وساعتها هيحصل خلل في حياة الناس كلها ولكن دارك بيهديها وبيطلب منهم إن أريون يقضي معاهم الليلة واحدة بس وبيوعدهم إنه مش هيعطل أي حد منهم عن إنه يقوم بالشغل بتاعه فبيوفقوا وبيسيبوه بيقول بعدها دارك الأريون إنه هما يروحوا علشان يشوفوا الكائنات الليلية وهي بتشتغل وبيبدأوا رحلتهم بالفعل مع كائن النوم واللي بيروح للأشخاص اللي مش جايينهم نوم علشان يساعدهم إنه هما يناموا بشكل أسرع وبيوصل بعدها كائن النوم لطفل صغير وعلشان يساعدوا ينام بيطلع مترقة النوم السحرية فهنا بيدي أريون جداً وبينادي على كائن النوم اللي بيتعصب وبيطلب منه إنه ما يدخلش علشان يقدر إنه ويكمل شغله ويقربوا إنه هما يناموا وبيفضل بقى يفكرهم بالمواقف السيئة اللي مروا بيها قبل كده علشان يفضلوا يفكروا فيها وما يناموش أما بعد كده فيكملوا رحلتهم مع كائن الهدوء واللي بيروح لمكان معين وبيفضل يسحب كل الضوضاء اللي موجودة في الكون ولكن أريون بيتكلم مع دارك بصوت عالي فبيرجع كل الضوضاء لمكانها وساعتها بيتدايق منه كائن الهدوء وبيطلب من دارك إنه هو ياخده ويمشو من هنا بقى بيروح بعد كده أريون مع دارك اللي كائن الأحلام السعيدة واللي بتكون في حلم مع بنت بتكون خايفة لإنها عندها بريزنتيشن في الشغل بتاعها وبيدخل دارك مع أريون جوى الحلم وبيشوفه كائن الأحلام السعيدة وهي قاعدة بتطمن البنت إنها هتعمل عرض قوي وهتبهر كل الناس اللي معها في الشغل وفي اللحظة دي بيتكلم أريون مع دارك وبيقوله إنها لما كان عنده عرض في المدرسة كان الحلم اللي شافه في الليلة دي هي إنه في عيادة أسنان وفجأة بيتغير حلم البنت لعيادة الأسنان وهنا بيفهم أريون إنه أي حاجة يفكر فيها هتتحقق في الحلم بيكمل أريون بعد كده كلامه مع دارك وبيقول إنه بيخاف من زميله ريتش لإنه بيفضل يتنمر عليه وساعتها بتيجي كائن الأحلام وبتتعصب على أريون لإنه بيتكلم جوى الحلم وبيبوص كل شغلها وفجأة بيظهر ريتش من تحت الأرض وبيحبس دارك وكائن الأحلام السعيدة جوه أفص أما أريون فبيفضل يجري بسرعة قبل ما ريتش يخلص عليه بينادي عليه دارك وبيطلب منه إنه هو يفكر في حاجة بسرعة إنها تساعده إنه ينقذ نفسه وفعلا بيفكر أريون في حمام المدرسة اللي ممكن إنه هو يغرق كل حاجة وفعلا بتنجع فكرته دي وبيظهر في الحلم حمام المدرسة وبتندفع المية بقوة وبتقدر إنها تغرق ريتش وبيظهر باب كبير وبيسحب ريتش جوه وبيكون أريون خلاص على وجهك إنه هو يتسحب جوه الباب ولكن كائن الأحلام السعيدة بتقول لدارك إنه لو أريون مات في الحلم يبقى أكيد هيموت في الحقيقة فبيجري دارك على أريون وبيقدر إنه ينقذه في آخر لحظة وبيخرجه كلهم من الحلم بيشجع بعدها دارك وبيقوله إن تخيلاته كلها كويسة ويقدر إنه يستغل لصالحه وبيتشجع أريون بعد كلام دارك عنه وفعلا بنشوفه وهو بيندمج مع الكائنات الليلية وبيبدأ إنه هو يساعدهم إنه هم يقوموا بشغلهم بعد ما كان بيعطلهم في الأول بيخلصوا بعد كده شغلهم في الليلة دي وبيشوفوا كائن الضوء وهو بيقرب منهم وبيقول دارك إنه هم لازم يهربوا بسرعة قبل ما كائن النهار يلحقهم وفعلا بيهربوا من المكان وبيروحوا كلهم لمكان كله ظلمة هناك بيتكلم أريون مع الكائنات الليلية وبيقولهم إنه بالرغم من إنه بيحب دارك إلا إنه لسه بيخاف من الظلمة وشايف إن كائن النهار هيكون أحسن منه وبيسمعوا دارك من بعيد وطبعا بيكون زعلام من كلامه بتفضل الكائنات تفكر في كلام أريون وبيقولوا إنه هم ممكن فعلا يشتغلوا مع كائن النهار لإنه هم زهقوا من الشغل الروتيني بتاعهم لإنه هم بيقرروا نفس الحاجة مع كائن الليل وفعلا بيروحوا لدارك وبيقولوله إنه هم قرروا إنه هم يسيبوه ويروحوا يشتغلوا مع كائن النهار بيحاول دارك طبعا إنه هم يفاهمهم إنه هم لازم يفضلوا يشتغلوا مع بعض علشان يحفظوا على نظام البشر ولكن بتكون كل الكائنات قررت إنها تسيبه لوحده وبيمشوه وبيكون دارك حزين وبيروح له أريون وبيحاول إنه هو يصلحه يعني ويعتذر له وبيقوله إنه ما كانش يقصد إنه يخلي الكائنات الليلية تسيبه ويمشه ولا حاجة ولكن دارك بيقوله إنه مش زعلان منه وإن الناس عندها حق إنها تخاف من الضلمة وإنه هيفضل وحيد طول عمره ومحدش بيحبه وفجأة وهم بيتكلموا بيقرب منهم كائن النهار وبيفضل ينادي على دارك علشان يهرب زي كل مرة ولكن دارك بيكون محبط جداً وبيقرر إنه هو مش هيتحرك مما كانه وفعلاً بيقرب منه كائن النهار وبيختفي دارك وبتختفي معاه الضلمة للأبد بنتفاجئ طبعاً بعد كده إن كل الأحداث دي كانت فلاشباك لحده تبيحكيها أريون بعد ما كبل لبنته اللي اسمها أبيشيا واللي بيكون عندها نفس المخاوف اللي كانت عنده لما كان صغير وبنعرف بعدها إن أريون اتجوز ونجح في شغله جداً لدرجة إنه أصبح مدير المرصد الفلكي وبياخد بنته معايا اللي ما كان شغله وهناك بتسأله أبيشيا عن اللي حصل بعد كده لدارك لكنه بيقول لها إنه ما يعرفش لإنه من وقتها ما قدرش إنه هو يشوفه مرة تانية ولكن أبيشيا بتقول لولدها إن نهاية القصة غريبة وإنها حابة إنها تتدخل في قصة دارك علشان تخلي نهايتها أسعد وبيوافق أريون على فكرة بنته بنرجع فعلاً بالأحداث وبنشوف أريون وهو لسه طفل مرة تانية وبيكون قاعد حزين بقى على دارك ولكن فجأة بتظهر قدامه بنت صغيرة وبتقول له إنها بنته وإنها وصلت من المستقبل علشان يدوروا مع بعض على دارك ويرجعوا تاني علشان يقدروا يرجعوا حياة البشر لشكلها الطبيعي مرة تانية بنعرف إن بعد ما اختفى دارك اليوم كله بقى أنهاره بس والناس كلها بتفضى تتخانق مع بعضها وبيكون الزحمة والضوضاء موجودة طول الوقت وكمان بيكون الناس مش قادرة تركز في شغلها بسبب التغير اللي حصل في حياتهم البيولوجية وبيفكر أريون مع أبيشيا على طريقة يرجعوا بها دارك وساعتها بيروح لهم كل الكائنات الليلية وبيقولوا إنهم فعلاً حسوا بقيمة وجود دارك في حياتهم بعد ما شافوا كل المشاكل اللي حصلت للبشر من بعد ما اختفى وإنهم عاوزين يساعدوا أريون علشان يرجعوا مرة تانية وبيقول أريون إن هو بيتمنى إنه يرجع دارك مرة تانية ولكنه ما بيكونش عارف يعمل ده إزاي وهنا بتقوله أبيشيا إن دارك لسه موجود في أحلامه وعلشان كده بتطلب من كائن النوم إنها تساعد أريون إنه ينام وكمان بتطلب من كائن الأحلام السعيدة إنها تدخل جوه حلم أريون وتخليه يحلم باليوم اللي قدر إنه هو يشوف فيه دارك لأول مرة وفعلاً بتخليه يحلم باليوم ده وبيكون دارك مبسوط جداً لإن أريون افتكره ولكن فجأة بيتفتح باب للمجهول وبيسحب دارك كل المخاوف بتاعة أريون وبتظهر كائن الأحلام السعيدة وبتقول إنها مش هتقدر تعمل حاجة بسبب المخاوف الكتير اللي عند أريون وإنه لازم يتغلب عليها وبتتدخل أبيشيا في الحلم وبتطلب من أريون إنه لازم يتغلب على مخاوفه علشان ينقذ دارك وإلا دارك هيختفي للأبد وبيتحمس أريون لما بيسمع كلامها وبيقرر إنه ينزل ورى دارك من الباب علشان ينقذه ولكنه ما بيقدرش وساعتها بتخرج الأحلام السعيدة من الحلم وبتطلب من باقي الكائنات إنها تصحي أريون بسرعة لإنه لو مات في الحلم هيموت برضو في الحقيقة وفعلا بيصحوا وبيقدر يخرج برى الحلم مع دارك وبترجع كل حاجة لطبعتها مرة تانية بتكون أبيشيا خلاصة علاقت في الزمن ده وما فيش أي حد عارف إزاي هيرجحها للزمن بتاحها لكن فجأة بيظهر طفل صغير اسمه إيكو وبيقول لهم إنه جاي بقالة الزمن علشان يقدر إنه يرجع أبيشيا للزمن بتاحها وفعلا بيودعه أريون وبيمشو وبنطلع بالأحداث اللي بعدها بمدة وبنشوف الطفل إيكو وهو بيحكي لوالدته أبيشيا إزاي قدر إنه هو يخرجها من الزمن بتاع جيده أريون بتخرج بعدها أبيشيا وبتتكلم مع أريون واللي بيكون كبر بقى خلاص وبقى عجوز وبيقول لبنته إن حكايتهم مش هتخلص أبدا وبنرجع للقصة وبنشوف أريون وهو صغير بعد ما راح للمرصد الفلكي وقدر إنه هو يتغلب على خوفه وكمان بيعترف لزميلته سالي إنه بيحبها وبنرجع لأريون وهو كبير وبنعرف إنه فعلا الجو السالي وبيبصه للنجوم وبيفتكر قصته مع دارك واللي قدر بسببها إنه يتغلب على كل ما خوفه وبس كده لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة كمان بتاعتنا نتمنى للإتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوشوا اللايك والشير والسبسكرايب بتفعلوا زرور الجرس علشان يوصلوكم إننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام